ومعنا في الستوديو الكاتبة الصحفية والمدير الناشر لصاحبة لاتريبين الناطقة الفرنسية الأستاذ محمد فالو العمير أهلا بكم أستاذ أهلا بكم أستاذ أهلا بكم أستاذ يعني كيف تنظر إلى دور المعارضة وعلاقتها بالسلطة أهلا بكم بسم الله الرحمن الرحيم راه لن دور بعد قاع مؤسسة المعارضة راه لن ندوى داخله صميم ذلك الدور اللي على تلعب المؤسسة المعارضة الديمقراطية والله اللي ملي إن كان غيابها دو سنوات كامل هندي عنه ممتين شوي بي اللي هذه هي أول ندوة حسب معرفتي بعد لأنها قطة وعدلت ووحدة من المشاكل الطيف السياسي الموريتاني هو عدم قدرته لأنه يدير الروح في المؤسسات ومنين تتحرك مؤسسة المعارضة وطول شوي مدل أن تعدل ندواتنا وتموت تحرك في الساحة ظهر لأنها لا هي تلعب دور ولا هي تفرص راسها بعد لأن على الأقل الناس اللي يا الله تعترف بها كمؤسسة تعترف بها ويعود المؤسسات ظهر لأنه هو أول شيء أول رواية والله زاد نضال ديمقراطي يا الله الخضو هو أن المؤسسات يعترف بهم وتعود كلها تلعب الدور ما تعلق بعلاقتها؟ نحن في بلد يا للأسف العلاقات فيه ما بين الفرقاء السياسيين ما هي واضحة ولا قطعات هادئة لأنه فيه هيس المتجاذبات وطويل الكلام عنها بعد مهلا لاتنا نتحدث عنها اسبابها وذالشي طيب غير ملي ما تعرف قاعد المعارض منهم ولا الموالي منهم به اللي كلهم قد يتم موالي اللي نوى لكوه معارض والصفه معارض قضية ترحال سياسي ترحال سياسي طيب يعني ما مستقبل علاقة معارضة بالسلطة في موريتانيا مجهة نارك والحالة كما ذكرت بالنسبة لي وحسب ملي اللي حضرت له البارح هو الأول والشي نستنجه من ذا اللي سمعت البارح كامل هو لأن بعد قاعد احنا أفصل العلاقة المعارضة بين الطيافة كاملين بها اللي هي داك مجزئة إلى أربع أجزاء ثلاثة منهم ذوق المعرفة اللي هم المنتداء ومؤسسة المعارضة والمعاهدة والرابع نقول لوانا ذو الأحزاب الغير معترابية والله زاد ذو الجهات الغير مصنفة مثلا السياسيين اللي ما هم مصنفين هذا الغير عن الدور الأول بعد قاعد والله ذا اللي يا الله يعجل عليه السياسيين هو خاصة المعارضة منهم هو أجبارهم بيناتهم وتأسيس رواية جديدة توحدهم ويعودوا مثل الحوار بينهم بين الفرقة السياسيين فيما بيناتهم يفرز ذا اللي دوره شنه ويتوقع حوار بين المعارضة طب سعين المعارضة في مداخلته بالندوة التي حدثت عنها مساء الخميس انتقد ما سماه تعطيل السلطات للقانون يعني أنتم كمتابعين ما رأيك في هذا الكلام يعني كيف تجد هذا الكلام كلامه كلام معارض تعطيل تعطيل القانون الخالق به اللي على الأقل فيما يعني المؤسسة المعارضة من اللازم والدستور ناصر لها لأنه يتم يلتقى كل عنه ثلاثة شهر والله بعد دوريا الله اللي عنه ما خانت نذاكرا لأنه كل ثلاثة شهر الله اللي عنه من ثلاثة شهر ما ما التقاو رئيس الجمهورية وفي خطأ وماللي خلق قطع عنه خطأ كبير هو المؤسسة المعارضة هي أول من حد معني بالحوار بالقضايا الكبرى للوطن وقطع عنها ما جاتها رسالة في أخبار الحبار لكن ماللي من الأسباب اللي قد عدوا عينوا عليهم في أخبار تعطيل تعطيل القانون يعني لوحظ في الندوة غياب عدد من رموز وقادة المنتظى الوطني الديمقراطية والوحدة هل يشي ذلك بوجود مثلا خلافات داخلية على مستوى المنتظى وأنت ذكرت شيء من هذا القبيل في المعارضة أنا بالنسبة لي الغايب قاعده لائما حشته غير ما نقدر نفهم غياب عن الندوة الندوة لنبتها هي ما هي ما هي ما جرى الاعتراف بالعادة وفيهم وحدهم ما هم معترفين بالمؤسسة وفعلا عندهم الحق بهم اللي ما شاركوا الانتخابات ما هم معترفين بالانتخابات اللي خرصتها كنتوا أدوا ما شاركوا فيها وإذن أنهم ما هم معترفين بعد ما يجر أن يغيب حد عن شد أخبار وعن نقاش يعني حالة المعارضة وكنت يقول فيها رأيه الله اللي عن ملي عن ذلك خطير شوي خطير به اللي يوحينا لأن مدى ما قبل تحضر النقاشات بسيطة ولاه ولاه ولا عندها ترتيبات مثلا ما عندها ورائيات ولا عندها معنى أنها صعيب عليها تحضر الشيء شو خر طيب بعدما اعتراف بعض حزاب المنتدى يعني أقصد المنتدى الديمقراطية والوحدة بمؤسسة المعارضة باعتبارها في نظرهم نتائج الانتخابات لا يعترفون بها يعني هل تعتقد أن هذا سيؤثر على مستقبل وحدة المنتدى كمكون سياسي معارض في البلاد هو دور يؤثر عليه على كل حال وكان لازم يؤثر عليه للمسارات ما هي واحدة وفي الحقيقة مالي الاهداف ما هي واحدة وكل حزب يملأ حقيقته ومساره ومسار أهله سياسي ونظرتهم للديمقراطية كانها تراكمات كانها ما هي تراكمات وكان سياسي قودها فن المستحق مثلا فن الممكن والله 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 والشيذة نبتو كلهم عنده نظرية وكلهم عنده نظرة وكلهم عنده تاريخ مهلي يأسس إيديولوجيته وعقيدته في الحوار ورغم أن كل الناس يدوروا الحوار فيه واحدين أصلا الحوار ما هو أساسي عندهم هذا من الأغلبية من الناس كامل هم من الطرفان من الطرفين يقير فما أننا نتكلموا عن المنتداء الله اللي عنه السجام ولا لا يخسر الله رالي أنا بي فمشي ما يقدي تم خارجش من المجاملات ما يقدي تم سائر به سياسة سياسة ما يخلقوا هاي المجاملات طيب الأستاذ الكاتب الصحفي ومدير الناشر لصحبة لاتريبينا نعطيك فرنسية محمد فارو الأمار شكرا شكرا رحبا